عالم اليوم كاين 11 بالمئة من الناس عندهم مصابين بالسكرة وفي الجزائر 15 بالمئة وفي الخمسطاش بالمئة هادوما قريبا نصفهم لا بلهمش لذلك لازم نديروا التفتيش خطرة في العام خطرتين في العام خاصة لعندهم العائلة السكري يعني من مقاومة لانسولين لي ما يتحركوش بزاف والناس لي أكبر لي أكثر من خمسين سنة لازم نديروها خطرة في العام ودكتور هل من حالات مثلا يكون عنده سكر وديليزاناليز ما يخرجولوش لا لا يتخبى يتخبى يعني لا ما كاش طيب يددنا على الحالات بما أنه زهرة بدأت هذا الموضوع حالات السكر في بلدنا من الحالات المنتشرة ومعروفة عن السكري في بلدنا كما قلنا كان 15% من الشعب عنده عنده سكر فهذا ما 15% 85% منهم يعني هم سكر نوع تاني ما هو المنشور المنتشر بكترة المنتشر بكترة النواء الأول حوالي 10% هذيك نفسها في العالم كامل والسكري الحمل 6% من حمولة المجمولة من مجمولة الحوامل 6% منهم يمرضون الحوامل من مجمولة الحوامل 6% عندهم يديروا السكري الحمل في هذو مستب المئة 4% منهم رح يبقاوا بالسكر بعد الولادة بس على خاطر ما كاش تفتيش ما كاش اكتشاف والعلاج ما يتبعوش العلاج ولا العلاج ما يندرش اشتركوا في القناة